أشهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بالعلاقات الثنائية الوطيدة والمتنامية بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية الصديقة وما يشهد التعاون المشترك من تقدم وتطور في مختلف المجالات وبخاصة الاقتصادية والتجارية في ظل ما يجمع البلدين من روابط متينة ومصالح مشتركة جاء ذلك خلال استقبال جلالة الملك المفدى في قصر الصافرية للوفد الروسي لرجال الأعمال برئاسة السيد دينيس منتروف وزير التجارة والصناعة بجمهورية روسيا الاتحادية الصديقة بمناسبة زيارتهم للمملكة للمشاركة في الاجتماع الأول للجنة الحكومية البحرينية الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي ورحب العاهل المفدى بوزير التجارة والصناعة الروسي وأعضاء الوفد الزائر رحب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة بالزيارة المهمة والتاريخية لرجال الأعمال الروس إلى البحرين من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وأكد جلالته حرص البحرين على تطوير وتنمية هذه العلاقات وفتح علاقات أوسع من التعاون الثنائي المشترك مقدرا جلالته حرص فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس الجمهورية روسيا الاتحادية المستمر على الارتقاء بالعلاقات بين البلدين لكل ما فيه خير وصالح البلدين صديقين متطلعا جلالته أيده الله إلى زيارة فخامة الرئيس الروسي عن قريب وقد نوه جلالته بالنتائج الطيبة التي تمخذ عنها اجتماع اللجنة الحكومية على صعيد زيادة حجم التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والارتقاء به مؤكدا جلالته على الدور الهام الذي يطلع به القطاع الخاص في دعم وتنمية هذا التعاون وتبادل الزيارات بين مختلف الوفود والاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بين البلدين وإقامة المزيد من المشاريع والمعارض المشتركة التي تعود بالمنفعة المتبادلة على الجانبين حاثا العاهل المفدى رجال الأعمال في البلدين على الاستفادة من الفرص الواعدة للاستثمار والتسهيلات التي يقدمها كل البلدين في إقامة مزيد من الاستثمارات المشتركة التي تعزز من مجالات التعاون بينهما وقد أشاد صاحب الجلالة بزياراته الناجحة لروسيا الاتحادية ومواحثاته المثمرة مع فخمة رئيس روسيا الاتحادية وما حققته من نتائج طيبة لتوثيق علاقات البلدين الصديقين كما نوه جلالته بالدور المؤثر الذي تطلع به روسيا على الساحة الدولية وإسهاماتها في خدمة الأمن والسلم الدوليين من جانبهم أعرب أعضاء الوفد الاقتصادي الروسي عن شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك المفدى على ما أبداه جلالته من حرص واهتمام لتطوير علاقات البحرين مع روسيا الاتحادية وتشجيع التعاون لا سيما بين رجال الأعمال والمستثمرين مؤكدين أن البحرين دولة مهمة لروسيا وأنهم يتطلعون دائما لفتح مجالات أرحب من التعاون المثمر معها في كافة القطاعات الحيوية ترجمة نانسي قنقر